طيب از احنا عندنا في عنات كلمتين استعملناهم في اللي استعملنا كلمة وبقابلها كارتيجان بايش بنوصفه? او اول اش ايش لما بنحكي عن اي جونتس بنحكي عنهم? كمعون الروبو مش هين? اذا كانها ثيتر اذا كانوا مثلا عندي ايزا عندي ار 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 ستة من هول راح تكون موصوفة على شكل كيو راح تكون هذه ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3 ثيتا 4 ثيتا 5 ثيتا 6 انا ممكن اوصف الباوز تبعي الروبوط بدلالة الجونتس ايش يعني اعمالي بقول هون? بدي احط هنا الروبوط في الباوز كيو وكيو معرف لانه هذا 6 ار معرف بدلالة ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3 ثيتا 4 ثيتا 5 ثيتا 6 فانا اذا حطيتها للكجونتس يعني جيت عزاوية الولى حطيتها بقيمة ثيتا 3 او الزاوي التاني بقيمة ثيتا 2 الزاوي الث på قيمة ثيتا 3 الى اخرين راح حطيني باوز معين. اذا انا الوضعية تبعي الروبوط معرفة بدلالة الزوايا. تمام? لكن ممكن تبعى الروبوت يكون معرفة بدلالة T. وT راح تعطيني هون راح تكون في هذا الجزء من هون معرفة بدلالة ثيتا اكس وثيتا واي وثيتا زت واي وزت واحد زيرو زيرو زيرو. تبعى التول بالنسبة للباس. اوكي? شو يعني? يعني اذا طلعت على التول الوضعية تبعيت التول بالنسبة للباس. راح الاقي ان التول بالنسبة للباس المتاحة بمقدار اكس وواي وزت. والورينتيشن تبعها في دوران في مقدار ثيتا اكس وثيتا واي وثيتا زت. اوكي? ماشي الواضح الفرق بين هذول التنين هذا اسمه كارتيجان سبيس. وهذا اسمه جوينت سبيس. لكل فهم الاختلاف بين هذول التنين. والتنين ممكن اوصف فيهم وضعية للروبوت. مش دائما هون عندي حل. ليش هون عم باني بسأل? السؤال اللي بسأله بالانبرس كينيماتيكس مش هيك ايش بقول? بقول ازا انا بدي احقق للتول الوضعية النهائية تبعيت التول. الها اكس وواي وزت. بيوري التاش معينة. مفروض يعطيني الكل بتقابلها. ممكن ما يكون في حل ويمكن يكون في اكتر من حل. اوكي? مظبوط? لكن ازا رجينا هون وايش سألنا? قلنا لو انا حطيت الجوينت الاولى بزاوية ثيتا واي والجوينت التاني بزاوية ثيتا تولة حط ثيتا سيكس. رح يعطيني بوضعية معينة مش هيك. حتى انتقد من كيو لتي شو نستعمل? فورورت كينيماتيكس. وحتى انتقد من تي باكتو كيو بستعمل. ماشي. كل فاهم هدول الاختلاف من هدول التنين. فانا ممكن اوصف الروبوت تبع الروبوت بالجوينت سبيس. ممكن اوصفه بالكارتجان سبيس. اللي اسأل اللي يبدأ فيه رح يبدأ بالجوينت سبيس. رح اقول انو الروبوت انشال فوز. وهذا الانشال فوز موصوف بكيو ايش الديميشن سبيسها اذا كان له سيكس ديجري أو فيه فت? وان باي سيكس. فهاي لازم تكون موصوفة اللي هي ثيتا وان انشال. وثيتا تو انشال. وثيتا ثري انشال. وثيتا فور انشال. ثيتا فايد انشال. وثيتا سيكس انشال. اوكي. فجيت اخدت الروبوت وحطيته في الوضعية اللي بدي يبدأ منها. وعطيته الزوايا المختلفة. هدول وعطيتهم السبسكريبت اللي هي الوضعية الاولى رح يبدأ منها. عبرنا عنهم بكيو انشال. فقلنا هاي الوضعية الاصلية رح ابدأ فيها. وهون لازم يكون عندي حاجة. مش هيك? لازم يطلع لها وضعية. لانه هادي هون فورورد كينماتيكس رح يطلع لقابلها تي اي اي. وبعدين قلت انا حابب احرك هذا الروبوت من البوز الاولى للبوز الفاينل. فهادي رح نسميها فاينل بوز. وبدي انتقل من البوز للفاينل بوز. فرح يكون عندي هون كيو فاينل. ليه ثيتا وان فاينل. ثيتا تو فاينل. ثيتا ثري فاينل. الى ثيتا سيكس فاينل. الكل فاهم شو الانتقاذ. فمعناها رح تنتقل ثيتا وان. افرط كانت ثيتا وان في البداية زيرا وصارت مية وتمانين. شو يعني كانت زيرا وصارت مية وتمانين? ايش رحكويني الذي يعني زاويا بحالة مثلا فاينلوا فراح يلف حوالين هذا على سرعيس رح يلف مية وتمانين درجة. وبعدين بدي الشولدر كمان يتحرك زاوية معينة. وبيدي القلب kayak زاوية معينة. وبدي هدون التلاتة كما هون الرسل يتحرك زواية معينة. كل واحد منهم راح يده من زاوية وينتهي بزاوية. شو المسار اللي راح أخطه أنا بمشي من هدول لهذا؟ تقول فعين شو السؤال؟ أنا ما حددت ما حددت تراجيكتري بالكارتيجان سبيس. وين حددت تراجيكتري تبعتين؟ بالجويت سبيس. فعنا بلد نقل من لالفاينل جويت سبيس. هلأ هذا الروبوت ممكن يرسم أي خط في المساري. ليش المضمون الوحيد بالتراجيكتري سبيس؟ إنه يبدأ من هون وبينتهي بالفاينل. إيش المسار اللي بفطه بينهم ما بادرش ما بعرفه مزبوط؟ كل فهم شو أعمل؟ يعني على فكرة أقربها لأذهبهم. لو عندي ست محركات مش قولك عندي ست محركات مركبين على الست جويتس هدول؟ كل واحدة من الجويتس عليها محرك. الستيبر موتور. الستيبر موتور الأول أعطيته على وفي عندي هون تي إنيشال كمان ها؟ هون في عندي تايم إنيشال وهون في عندي تايم فاينل هدول مرتبطوا بالزمن بدي أتحرك من الزمن الأصلي للزمن النهائي. وأنا تحرك من الزمن الأصلي للزمن النهائي راح يتحركوا هدول كلهم. إذن بتغير تي آي إلى تي فاينل ثيتا وان آي راح تتحرك إلى ثيتا وان فاينل. وثيتا تو آي راح تتحرك إلى ثيتا تو فاينل وإلى آخرين لحد ما ثيتا سيكس آي ستتحرك لثيتا سيكس فاينل. فكل واحد هدول راح أركب عليه محرك. التنسيق الوحيد بين هدول الزوايا ثيتا وان وثيتا تو وثيتا ثري من هم كلهم لازم يبدوا من القيمة الانيشال تبعد كل واحد منهم وينتهي بالقيمة النهائية تبعد كل واحد منهم. بس ما في أي تنسيق آخر بينهم. فممكن المضعية اللي بمر فيها بين المضعية الأولى المضعية النهائية تكون أي وضعية. بكل فاهم؟ احنا شو المضمون هون عندي بس؟ ايش في بينهم احنا بعض دارش عارف لانه انا ما 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 قلت انه انا بدي هذا الوضعية اللي هون هلأ راح تشوفوا لما نيجي نتحرك بين الوضعية الولى والوضعية نهائيا ايش راح يكون هون؟ هذا اللي منسميه هذا فيه كوماند. بالتراجكتوري فلاني اسمه جي والجي اختصار لا طيب اسأل سؤال هل هذا مناسب الجوين تراجكتوري؟ هل هذا مقبول انه انا انتقلت من الوضعية بالنشهد الوضعية الفاينل من اي ناحية؟ من المسار اللي تحركوا بالفضاء ممكن يدرك في شيء معين بس في بعض حالات هذا مقبول اذا ما فيش عندي او فيش عندي مسار ما في اشي فانا كل اللي طلبته انه ينتقلوا هدول كلهم عارفين زي ايش بلو عندي ستة اشخاص تركتهم في غابة وجيت قلت للستة اشخاص بدي كل واحد يبدأ من النقطة هاي وعطيت كل واحد منهم نقطة البداية تبعتهم وعطيت كل واحد منهم نقطة النهاية تبعتهم وقلت لهم خلال التلت دقائق بدي كل واحد منكم بس بدكم يترتقوا التلت دقائق كل واحد منكم يوزعها ما يسرع ولا هذا يمشي شوي شوي لحيث ان كل واحد منكم خلال التلت دقائق ينتقل لو اطلعت عليهم ايش الشكل اللي بطلعت لو اطلعت ع كل واحد مكانه في الخارطة ما بعرف شو هو المضمون عين بشو هو انه التامتي انيشال بعرف كلهم هو موجودين والتامتي فاينال بعرف كلهم هو موجودين اوكي ماشي كل فاهم هذا الجزء هذا اسمه جوينت سبيس تراجيكتور